هزة أرضية شعر بها سكان دمشق حمص حما الساحل السوري أيضا وصولا إلى دير الزور ما أدى إلى خروج الناس إلى الشوارع وخاصة في المحافظات والمناطق التي صنفت من كوبا بعد الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من شباط الحالي تواصلنا مع مراسل شام اف ايم أكد خروج الناس إلى الشوارع أيضا تواصلنا مع المركز الوطني لرصد الزلزالية الدكتور رائد وتحدث عن أن هذه الهزة هي ليست بدرجة 6.3 أو 4 كما تم التداول عن إدارة الكوارث التركية وفقا لمنصاتهم لكن في سوريا سجلت على أنها 6 درجات وأكد على أن هذه الهزات ستستمر وسنبقى نشعر بها لأنها تصنف على أنها هزات ارتدادية تختلف شدتها الخطر الوحيد التي تشكل هذه الهزات هو على الأبنية التي تصدعت جراء الزلزال الذي وقع في 6 من الشهر الحالي فبالتالي قد تؤدي إلى سقوط أبنية متصدعة إلى حد كبير فهذا هو الخطر الوحيد شعورنا بالهزات الارتدادية سوف يستمر الجديد بهذا أو وفقا لمراسل شامف أم وما شعر مراسل شامف أم بمحافظات المناطق المنكوبة تحديدا أنه الهزي تصنف من ناحية الشدة أو الشعور بدرجة ثانية بعد الزلزال المدمر الذي وقع لكن الفارق أنه كانت لثوان معدودة خلافا للزلزال الأول الذي استمر لعشرات الثواني الخطر الوحيد هو فقط على الأبنية المتصدعة فهذا بمثابة بلاغ لكل من يعني يكابر بالنسبة لمنزل فيه بعض الصدوع والتشقوقات الهزات الارتدادية تنظر بأنه قد تكون شديد إلى حد ما وتصل إلى 6 درجات فهذا أمر بغاية الخطورة في حال أي جديد أيضا نوافقكم به من عن طريق أكيد مراسل شامف أم بي المحافظات ما يحدث الآن ووجود الناس في الشوارع وحالة الهلع هي ليست مرتبطة تماما بالهزة إنما مرتبطة بما حدث بسادس من الشهر الحالي الهزة كانت كبيرة جدا أدت إلى مشاهد مؤلمة بالفعل فبالتالي حدوث هزة بهذه الشدة القريبة إلى حد ما منشدة الزلزال الذي وقع في سادس من شباط هذا ينذر بما هو مخيف لكن وفقا للمركز الوطني هذا لا يدعو للهلع إلا بخصوص الأمنية المتصدعة أيضا من شامف أم ومراسل شامف أم في حلب يتحدث عن نزول الناس إلى الشوارع وأيضا سمع صوت سيارات الإسعاف تنتقل من مكان إلى آخر في مدينة حلب نسأل الله الأمان والسلامة للجميع وأن تكون مرئت هي الهزة على خير وسلامة